جريمة قتل في وضح النهار واقعة مروعة رجت أركان مدينة آمنة وهادئة مقتل شابة جميلة في وضح النهار على بعد خطوات فقط من طريق دراجة يجوبه طلبة المدينة صباحا حيث يوجد حيوان مفترس يتجول أيضا في تلك الشوارع بحثا عن فريسة بريئة موتها الوحشي أثر الخوف في قلب المجتمع ما أعطى شعلة انطلاق عملية بحث لم يشهدها يوما تاريخ مدينة أطاوة جدال مثير أودى بحياتها كانت يافعة تبلغ من العمر 27 عاما آرديث وود هي الطفلة الوحيدة التي أحبها والدها بريندن وكاثرين وود قدت معظم حياتها في أطاوة وعرفت طرقات المدينة عن ظهر قلب لهذا السبب كان من المعتاد خروجها وحيدة في أي وقت من اليوم إذ يعتمد عليها بشدة في السادس من أغسطس عام 2003 خرجت من البيت تتجول قليلا على طريق الدرجات في منتزه مجاور لتكون تلك المرة الأخيرة التي رأوها فيها كانت آرديث تطمح بشدة للحصول على درجة الدكتورة في الفلسفة من جامعة واترلو حيث تم الاعتراف بها من قبل جميع مشرفها على أنها ذات مستقبل مشرق ووعد وجدير بالذكر أنها كانت محررة مساعدة للجريدة الفلسفية الكندية المشهورة إيدوس وقعت الحادثة في أيام زيارتها لعائلتها في صيف عام 2003 حيث وليسوا الحظ فإن الطالبة الطموحة جاءت لتمضي عطلتها مع عائلتها دون علم أو دراية بما ينتظرها من خطف وقتل ورعب في غابات منتزه المدينة شهدت أرديث لآخر مرة وهي تركب دراجتها على طول طريق عشبي بجانب روكليف في منطقة جرينس كريك في السادس من أغسطس عندما شهدت أرديث حينها كانت خلال تواجدها هناك واقفة رفقة رجل آخر يتجدلان وأفادت امرأة كندية أيضا أنها سمعت صراخا فتوقفت على الفور لتتباحث عن مصدر الصوت وما إذا كان شخص ما في مشكلة ويمكنها أن تقدم له المساعدة رأت أرديث ورجلا آخر يواجهان بعضهما البعض يتجدلان بشدة مع بعضهما البعض حاولت المرأة لفت انتباه أرديث بشتى الطرق على أمل أن تلاحظ وجودها وتساعدها بأي طريقة ممكنة لكن رغم ملاحظة أرديث بالفعل إلا أنها تجاهلتها في رسالة غير مباشرة توحي أنها لا تحتاج أي مساعدة حيث على ما يبدو لم تكن الأمور قد احتدمت وتصعدت في ذلك الوقت لتلك الدرجة بعد فترة وجيزة قاد الرجل درجته ودرجة المرأة بعيدا تبعته أرديث انتظرت المرأة قليلا لتفهم ما يحدث أكثر حيث من الممكن أن يكون ذلك شجار طبيعي بين زوج وزوجته فقط لكن بعد اختفائهم عن أنظارها إذ لم يكن بإمكانها أن تتخيل ما حدث لأرديث بعد ذلك ذلك التأخير كلف كثيرا إذ ربما كان من الممكن أن ينقذ حياتها من خلال وصول الشرطة بسرعة قبل الفاجعة العثور على الجثة بعد أكبر مطاردة على الإطلاق لم تعد أرديث ذلك اليوم كان والدها في حالة من ذهول والقلق فقد علموا في عماق مشاعرهم أن شيئا فضيعا حدث لابنتهم الغالية ما حدث بعد ذلك كان أكبر عمليات البحث عن امرأة مفقودة في التاريخ الكندي حيث تجمع الآلاف من المتطوعين والمروحيات ووحدات الشرطة المحلية والجيش من أجل قلب المدينة رأسا على عقب وإيجاد صاحبة السبع والعشرين عاما بسرعة ضربت هذه القضية على وطر حساس لمجتمع كامل لأنها واقعة من الممكن أن تحدث لأي مقيم آخر الشيء الذي جعل ركوب الدراجات غير آمن بتاتا بعدما حدث تم العثور على جثة عرداف في غابة كراك في الحاد عشر من أغسطس من نفس العام وبعد خمسة أيام تم إثبات هويتها من طرف التشريح الجنائي وعينات الحمض النووي كان لدى الوالدان بصيص من الأمل في ذلك الأسبوع ولكن مع هذه الأخبار الصادمة صحب عالم جميل من تحت أقدامهم صدمة حطمت مجتمعا كاملا عبرت كاثرين وود عن أسفها وكسرتها بعد فقدانها لأفضل شيء في حياتها حيث أن موتها خلف فجوة وفراغا كبيرا في محيطها العائلي والدراسي الذي لطالما تركت فيه علامة فارقة من جميع النواحي رسم للشرطة يؤدي إلى القاتل تدخلت الشرطة عازمة على إجراء تحقيق شامل في القضية حيث رغبوا في البداية وسعوا جاهدين في الحصول على نصائح ومعلومات مفيدة حول الجاني ونتاجا لذلك والتحقيقات الكبيرة أدى إلى تلميح عدد كبيرا من النساء إلى أوصاف عديدة لشكله وعلاوة على ذلك فقد علموا أن ذلك الشخص كان محل إزعج للعديد من الإناث في الغابة وعلى طول المصاب فوجئوا بأن هذا لم يخطر على بالهم في وقت سابق لذلك عقدوا العزم على الوصول إلى الشخص بأي ثمن وإنهاء الأمر قبل وجود أي ضحايا آخرين قامت السلطات بسرعة بتجميع رسم مركب للرجل من حسابات الحكومة في جميع أنحاء كندا وإطلاق حملة مدنية من أجل الإبلاغ عن أي شخص رصده في مكان ما لم يدمي الأمر طويلا وفي بضع أيام حصلوا على مشتبه به يحمل نفس الأوصاف وبعد استجوابه لسعاد عرف المحققون أن الذي بين أيديهم هو الرجل المنشود العدالة تأخذ مجرها في مجتمع خلد ذكر أرديث جرت المحاكمة أخيرا في عام 2008 بعد خمس سنوات من جريمة القتل في أطوار الجلسة كان الأمر شعريا ومؤثرا إذ لم يعد في القاعة عين لم تبكي بعد خطابات وكلمات مؤثرة ألقاها والد أرديث علاوة على معارفها وأصدقائها ومصير القاتل كان واضحا وجليا إذ أن تهمته كانت واضحة ومؤكدة أرادت أطوى أن تتذكر أرديث إلى الأبد حيث أصبح هناك تأمين يومي ودوري لمنطقة راكب الدراجات كي لا يتكرر ما حدث في أي وقت من الأوقات وعلوة على ذلك نظمت مسيرة كبيرة لذكرها الجميلة ليس ذلك فحسب بل تم تنظيم برنامج لمنحة دراسية من طرف جامعة كارلتون وجامعة واترلوب اسمها كل عام بينما في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2008 أقر كريس بيردن بالذنب وحكم عليه بالسجن المؤبد دون أي فرصة للإفراج المشروط خلال عشر سنوات في حين تمكن سكان أطاوى من التنفس بحرية والبدء في إعادة بناء مجتمعهم من جديد